قرار هام لمجلس الوزراء يطبق على العاملين بالدولة الخميسة المقبل يتصدر الحصاب أهلا وسهلا بكم مسابعين القناة الكرام معكم مصطفى بشير النهاردة إن شاء الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية طيب قبل ما نشوف تفاصيل الخبر من ينساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية ويريد تدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة أصدر مجلس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس 12 أغسطس المقبل أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وذلك بمناسبة حلول رأس السناء الهجرية بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم لسنة 1443 هجرية وذلك طبقا لما سوف تصفر عنه الرؤية الشرعية لدار الإفتاء وفي سياق آخر نشرت وزارة المالية جدول الزيادات الجديد للحد الأدنى الذي أصدرته وزارة المالية وأسعد جميع العاملين حيث أشاد عدد من نشطاء المعلمين بالدور جدول الزيادات الجديدة للحد الأدنى الذي أصدرته وزارة المالية والذي تضمن الآتي الزيادة المقررة في الحافظ لإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكم قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة وتتمثل في الآتي الدرجة الثالثة والخامسة والرابعة الزيادة المقررة 275 جنيه الدرجة الثانية الزيادة المقررة 225 جنيه الدرجة الثانية الزيادة المقررة 275 جنيه درجة أولى الزيادة المقررة 325 جنيه درجة عام أو كبير الزيادة المقررة 350 جنيه الدرجة العالية الزيادة المقررة 375 جنيه الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منهما الزيادة المقررة 400 جنيه شكرا لحسن استماعكم كان معكم مصطفى بشير من انساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جريد في المصالح الحكومية دمتم في رعاية الله